تلقى ديوكوفيتش انتقادات بصفته منظمة جولة ادريا لان المشاركين لم يحافظوا على التباعد الاجتماعي اللازم خلال المسابقات ولم يرتدوا الكمامات وردا على ذلك قال ديوكوفيتش في بيان نشره على الموقع ان جولة ادريا تهدف الى اعطاء الفرصة للاعبي التنس في وسط وشرق اوروبا للمشاركة في المسابقة بشكل فعلي اضاف انه لسوء الحظ كانت عدو الفيروس موجودة وهي حقيقة واقعة ولا زال يتعين على الجميع التعامل معها والتعايش معها عبران اعتذاره لكل من اصيب